تصور كل ليلة يكون لله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه عتقاء من النار ولما تسمع كلمة عتقاء يعني لن تدخل النار ابدا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر شد مئزره وايقضى اهله واحيا ليلة يا ايها المزمل قم الليلة الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه رتل القرآن ترتيله جعل لك في كل سنة ليلة عن الف شهر او اكثر بل يزيد ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادركها ادرك خيرا كثيرا ومن حرمها فقد حرم تقول عائشة امنا رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان ادركت ليلة القدر فماذا اقول قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني دعاء اكثر الانسان من الدعاء هذا الشهر يعني شهر رمضان هو شهر الذكر اكثر فيه من ذكر الله شهر صلة الارحام شهر البر شهر الخير اي خير تعملوا في هذا الشهر فالله يجزي به سبحانه وتعالى فليك ان تضع لك جدولا تسير عليه في هذا الشهر تكون لك ختم على الاقل محروم من يمضي عليه شهر وما ختم القرآن مرة محروم اجعل لك جدولا للدعاء اجعل لك جدولا للذكر استعاجزا ولكننا نضيع وقاتنا فيما يفيد وما لا يفيد للأسف ختم القرآن يستغرق عشر ساعات في القراءة المتأنية فاذا كانت القراءة حدرا في ثمان ساعات تختم القرآن امرأة اعرفها في كل يوم ختمة الا في العشر الاواخر ختمة ونصف الان في زماننا هذا موجود ام عيال ليست اقوى منك ولا احسن منك ولا اتقى لله منك والتقوى محلها القلوب فعلى العاقل منا ان ينتيز هذه الفرص ويستثمرها لانها فواتة عندما تقول فرصة اي لا تعود رمضان الذي مضى فات